قال وزير الدفاع بحكومة الحوثيين محمد العاطفي أن قواته في جهزية تامة للردع والرد مؤكدا أن اليد الطولة في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن نحن جائزون للردع والرد واليد الطولة في البحر الأحمر والبحر العربي هي لليمن ونحن ندرك أن ذلك يزعج أمريكا والصهاينة ومن لف لفيفهم ونحن نريد أن يبقوا منزعجين حتى يقف المحارق والمجازر على أبناء فلسطين الأحرار وحتى يتعاملوا مع الجمهورية اليمنية كدولة حرة موحدة مستقلة لها كل السيادة على كامل الجغرافية اليمنية برا وبحرا وجوا وأضف العاطفي أن أمريكا تجلب الأساطيل إلى البحار اليمنية في محاولة منها لاسترداد مكانتها في المنطقة وهي بذلك تضاعف المشكلة وتعرض التجارة الدولية للخطر أمريكا تجلب الأساطيل من حاملة الطائرات والبارجات والفرقاطات والمدمرات والغواصات إلى البحار العربية لغرض إعادة هيبتها ونفوذها وإعادة السيطرة على المنطقة وتقليص التواجد لدول شرق وشمال آسيا في المنطقة ونقول لهم أنتم تعالجون الغلط بالغلط بل بغلط أفدح وأفضع ولذلك ستنفذ هيبتكم أكثر وأكثر وأنتم بذلك تهددوا اقتصاد العالم فعليكم التخلص من الإنجرار وراء اللوبي الصهيوني وعليكم كبحج مع الكيان المهزوم الذي ينتقم من أبناء فلسطين ويحرقهم بأسلحتكم المحرمة دوليا وعليكم تغيير أسلوب العنجهية والهيمر في المنطقة مالا فالقادم أعظم والباد أظلم وفي السيق ذاتها كدر عاطفين الهجمات لا تستهدف إلا السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني والتابعة لها وأن الملاحة الدولية مؤمنة ولل يتم المساس بأي سفينة ليس لها علاقة بالكيان نحن لا نضرب إلا السفن الخاصة بالكيان الصهيوني الزائل والسفن المتجهة إلى الموانا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الأحمر والخليج العربي مؤمن الملاحة مؤمنة عالميا ولن نمس أي سفينة إلا ما هي تخص السفن الإسرائيلية ونحن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا بأن البحر الأحمر أصبح محرم على سفن الكيان الصهيوني والسفن التي تتجه إلى الكيان الصهيوني وتوعد اللواء العاطفية السفن الأبريكية والبوارج وكل القطاع البحرية داعمة للكيان الصهيوني بالغرق في بحار اليمن سنخوض هذه المعركة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بانتصار إن شاء الله تعالى وسيهزموا ببوارجهم بأساطيلهم بفرقاطاتهم بمدمراتهم بغواصاتهم سنغرقها في البحر وستنزل إن شاء الله وستغوص إلى أعماق البحار